وبرضه نعايز اقول شوية حاجات احنا كبور السعادية بنتعامل بيها مع السمك حل يعني ويمكن حضرتك هتفهمني قوي يعني انا قبل ما اتعامل مع اي فراخ او تيور او كده حل لازم اعمل لها محلول نعا حل اللي هو مثلا ممكن يبقى عقام وده مهمة جدا يا شف في الزفارة وكمال لو فيه انسجة حمراء او فيه حاجة ده بيقضي عليها اللي هو الملح والسكر واللورة اقولوهن كده عشان السيدة المشاهدين يكتبوها وراء حضرتك المحلول الحمضي او الملحي سلمين محلول الحمضي او محلول النعا محلول النعا للسمك بالذات لا لا ده للطيور والدواجن للطيور والدواجن ده لازم يكون فيه ملح وسكر يكون الكمية قد بعض وبحط لورة ولمون وبحط عيدين القرنفل وبحط الارفة نقول تاني ملح وسكر الكمية قد بعضها حل علشان ما يبقاش فيه السكر طعم ومش باين حل وبحط لورة ولمون حل وبحط عيدين القرنفل والارفة حل ده مهم جدا بقى من ساعتين لبعض من ساعة ده مهم جدا لا اللحوم لا اللحوم لا الطيور بس السمك بقى مختلف لانه هو ما بيستحملش حل فأنا بتعامل معاه بالمية بس بس طريقة التنظيف يا شف مختلفة تماما ليه بقى يعني احنا النهاردة عندنا الشبار الشبار بسم الله ما شاء الله أشيلها قبل التنظيفة باسم الله ما شاء الله يعني سمكة زي الفل ما تنظفها وتماما في حضرت شاطر في عبالي السمك يا دكتور آه جدا بحبي جدا أكل السمك بكل أنواعه حال بكل أنواعه فان شاء الله نعمل النهاردة حاجة حلوة دايما بقول للسيدان المشاهدين خمس علامات انك تشتري بهم السمك أين كان بقى بقولت العين العين ركب واحد تكون عين كده صفية وفير فل وتكون بتلمع بتلمع الظهر السمكة لازم ندوس عليه بصباعنا كده بالزبط إذا علم يبقى السمك مش طازة بالزبط ما علمش يبقى السمك طازة يعني معناته إيه إن ضهر السمكة لما بكون طازة وفرش صباعك ببيعلمش مكان ما بتحطي إذا هي مجمدة أو مش فرش بتأدعها طرية إشرة السمكة ما تهرش بسرعة أو ما تنزلش بسرعة بالزبط لازم لازم بسكسينة أو بأدام عينة لكن لو كده وطلعت يبقى سمك بايت مزبوط دي مهمة جدا نيجي بقى اللي عمل السمك وعايزين نأكل وقت الأكل إذا فصل السمك ده ما تلعش مع الشوكة كده والسكينة ومسك نفسه يبقى السمك مش طازة صح اللي يتيم دهنه نفتل يبقى مش طازة يبقى الخمس علامات دولت طبعا من الدكتورة دينا علشان برضو حضراتكم بنت بورسعيد ومحافظة بورسعيد بلد الأبطال ربني يخليك يا شف